اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان طبعا الكل بيتابع ملحمة مسلسل الاختيار 3 ويعني بكل تأكيد بيلفت انظارنا ادوار كتير داخل المسلسل ويمكن من احد هذه الادوار دور الارهابي احمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزون محمد مرسي واللي دست شخصيته الحقيقة ببراعة الفنان هاني التنباري وقدر انه يلفت الانظار ليه خلال الموسم الرمضاني الحالي هيقولينا كل تفاصيل اختياره لمسلسل الاختيار 3 او اجترا ان انه يحق الدور المطلوب منه صبح الخير عليك هاني صبح الخل قولي سواح سواحي الجمال صحيتا setzt اهisis اهو بصحي او مع اقل ازاي تم ترشيحك للدور ده وما تخضطش لما لقيت نفسك ما بين الاستاذ صبر فواز والء استاذ خالد الصوي بكل القوة اللي بيئدوا بيها في المسلسل اختياري كان الاول من خلال صديق محمد يوسف ممثل زملنا لما شاف صورة احمد عبدالعاطي والصورة دي كانت غيبة عن زهننا شوية لأنه ما كانش من الوجوه البرزة قوي لكن هو على طول فورا يعني ترجم الصورة ورشحني الكاستنج ديريكتور إبراهيم فارك وده كان رأيي إبراهيم برضو أنه شبه متقارب جدا يعني فروحته عملت الأوديشن بقى الجانب الفني في الموضوع عملته زي الجانب الفني وما كانش ليه فيديوهات كتير لا أقصد أنه المرحلة التانية في الأوديشن أو المرحلة التانية في اختيار الشخصية هي الأوديشن نفسه يعني بعد كده بقى جه المرحلة بتاعت إزاي بقى نعمل الشخصية دي يعني نجمعها منين طبعا موجودة على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا بعض الحاجات ما كانتش كافية قوي لكن اللي كملها بقى بشكل كبير هو الاسكريبت اللي هو المؤلف في النهاية بيعمل بحث أكتر مني وأكتر من الناس كلها على كل التفاصيل واللي كمل بقى العنصر الضلع التالت في المسلسل المسلس هو المخرج طبعا وجهة نظر المخرج عن الشخصية اللي طبعا عارف عايز يحط يعني كل كاركتر فيه وتأثيره على بقية الناس فده دول التالت عناصر اللي بنيت عليهم الشخصية الدور كان سهل بالنسبة لك؟ لا طبعا لا طبعا ما كانش سهل كان أصعب حاجة في الدور كان إنك تحافظ على الإقاع بتاع الدهاء والهدوء وإنك طول الوقت مش عارف الراجل ده عايزي كلها مكر طبعا من غير من غير ما يبقى الموضوع معلن يعني من غير ما يبقى الموضوع مقصود بيه إنه الجمل يبقى فيها التواء ويبقى فيه خالص هو المفروض إنه جمل وتحتمل كل الاختيارات لكن الحدث هو اللي بيكشف إنه إنه فيه بلاوي وبتحصل بسببه يعني طب مشهد من المشهد اللي قد بالنسبة لك يعني صعبة أو فيها تحدي في أدائه وفي المسلسة ما هو أنا بوقف قدام أساسة جوار جدا فكلها تحديات يعني كل بالذات طبعا المشاهد اللي في الأول أستاذ صبري فواز طبعا يعني كان من بغتي الكبير إنه أنا بقى معاه في معظم المشاهد وأستاذ خالد الصوي طبعا الناس دي الواحد من سنين وهو بيتعلم منها فعلا وبيشوفهم على أساس إنهما نمازج كبيرة جدا وكان عندي حظ كمان إنه أنا قاف قدام الأستاذ عبد العزي المخيوم في مشهدين أو أكتر وأستاذ ياسر جلال مشهد واحد كده برضو كان حظي حلو فطبعا كل مشهد من المشاهد دي الواحد بيدخل لحد آخر يعني أيام تصوير الواحد بيدخل قلقان ومتوتر وحسب بمسؤولية كبيرة جدا فيعني التجربة كلها بالنسبة لي يعني كانت تحدي كبير وكانت حظ كمان كبير جدا بصراحة بتذاكر قدية يعني بتعرف المشهد بتاعك قبلها بقديه بتقراءة قدية بتقول تذاكره قدية معظم المشاهد كانت موجودة معايا بالفعل من فترة طويلة من فترة طويلة جدا من ساعة ما بدأتي يعني فمعظمها قارتها مرة واثنين وثلاثة واربعة ولم ذكرتها كويس وعرفت وقفاتك فين لا أما هو فيه جزء من المذاكرة بيحصل قبله وفيه بقى جزء تاني بيحصل في اللوكيشن لأن احنا قبل اللوكيشن بنعمل بروفا وحيانا بروفا واثنين وثلاثة لحد ما الأمور تحس أن هي مستقرة وبعدين نبدأ نصور بالظبط كده وكان طبعا أحيانا الموضوع بيتطلب أنه يعني الواحد يسأل فتبقى مش فاهم إيه يعني إيه الجملة دي مفروض أن هي تتقل إزاي أو بناء على إيه أو إحساسها إيه وده بقى كان الدكتور بيتر موجود فيه طول الوقت يعني وده برضو من حظي بقى الكبير خالص يعني أن أنا أشتغل مع مخرج بالخبرة دي والفاهم ده فأنا محظوظ الحمد لله هني بتشوف إزاي ردود أفعال الناس مع المفاصلات التاريخية والوطنية والتفافهم حواليها بكل الأعمار وإيه ردود الأفعال اللي السنة دي وصلتك ويعني عن دورك أحبني طيب ردود الأفعال عن الاختيار هو خلاص الاختيار ده بقى في منطقة لوحده بقى عمل لا يشبه بقية الأعمال بتاعة روضان وكذلك متبعته بقيت تحسي إنه الناس بتشوف الاختيار وإيه كمان فده اللي حصل بقى له ثلاث سنة دي لأنه الأحداث بقى يعني لمسة جداً الناس قريبة جداً من الناس فأنت عايز تشوف كأنك بتشوف نفسك عشناها إحنا عشان عشنا الأحداث نعم أنت بتبقى شايف نفسك وورا الحدث فيحصل الحدث ده تقول أنا كنت ده في اليوم ده عند أبويا مش عارف فيه أنا كنت في اليوم ده فده قريب قوي من الناس فطبعاً يعني الموضوع مؤثر جداً أما انطباعات الخاصة بي أنا فكلها كانت الحمد لله إيجابية جداً وأكتر بصراحة من اللي توقعت بكتير من أصحابنا في الوسط أو من الناس حتى اللي ملاش دعوا في الوسط يعني كلها أسعدتني جداً 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 يعني أنت مثلت قبل كده إيه يعني؟ أو قديت إيه قبل كده؟ أنا تخرجت 2006 من المعهد عالي الفن المسرحية ومثلت كتير جداً في المسرح لكن اختفيت فترة يعني لا بأس بها كده في السفر كنت بوجود في الإمارات كنتش بعيد عن تخصصي كنت بشتغل في المسرح واشتغلت في التلفزيون واشتغلت في الـ MBC في أكتر من عمل واشتغلت في أعمال إماراتية لكن كنت بعيد شوية عن مصر الفترة بتاعت العشر سنين عظيم لكن المسرح بيفرق مع الفنان المسرح ده أبونا طبعاً المسرح ده هو اللي علمنا كل حاجة هو اللي علمنا الإخلاص يعني هو الفكرة بتاعت المسرح دي والتقائك المباشر مع الجمهور ده بيخلي بينمي عندك فكرة أنك أنت تبقى أصدق وبعدين أصدق وبعدين أصدق لحد ما تحس أنك مرتاح بقى أكت فتتعامل بقى مع أي صنعة بعد كده بهدوء يعني السينما والتلفزيون بتبقى أنت خلاص عارف يعني إيه أنك توصلت شخصية لكن لسه عايز تعرف على الكاميرا على البروستس بتاعت الناس دي بتعمل إيه ورا الكاميرا أعمل إيه عشان أبقى شاطر في الأمور التقنية دي لكن المسرح طبعاً منحازنة جداً الأساس هو الأساس والشغف وكل حي فإنانين كتير بالمناسبة كانوا بي لما بيجوا معنا هنا في صباح الخير مصر بتكلموا عن النقطة دي تحديداً أنه المسرح إزاي بيكون فارق في حياة الفنان إزاي بيفتح صوته إزاي بيعلمه المواجهة لأنه قاعد قدام جماهير بشكل مباشر مش قدام كاميرا طبعاً طبعاً بص أنا اتسامت إزاي واتبسطت لما تكلمنا عن المسرح الأساس اللي احنا تكلمنا عنهم حالاً يعني بالربط ما بين المسألتين أستاذ يسر جليل أستاذ صبري فوز أستاذ خالد الصوي أستاذ عبد العزيم ما فيش حد من دول ما لوجه تجربة طويلة في المسرح ويعني لو خدنا أستاذ خالد الصوي تحديداً فالراجل ده مش بس ممثل المسرح ده رجل المسرح يعني مخرج ومؤلف وممثل وتربى في المسرح ونشأ في المسرح احنا كنا بنعمل كل حاجة في المسرح احنا ما كناش بنمثل ونمشي احنا كنا بننظف المسرح وبنعمل الديكور وبندهن الحاجات وبنقف جنب المخرج وبنساعد وبنكتب الحركة بتاعت عشان كده فيه انتماء للمسرح طبعاً وهيفضل يعني هيفضل انتماء للمسرح موجود على طول طيب انت نفسك تقدم ايه بقى جاي يعمل درمية يعمل سينمائية نفسي يكون موجود في دور مختلف بقى تماماً عنا حمد عبدالعطي عشان اصله ده برضو الشكل ده وظهوري بعد اختفاء طويل في القالب ده هو دي اكتر حاجة محساني ان انا عايز بقى بسرعة اقول للناس انه والله يعني انا موجود اه في حاجة تانية ده الكاركتر مش انا يعني اللي حاصل ده بشكله ده بهدوءه ده بايقاعه ده 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 كله ده اللي الكاركتر فرضوا علي اه انا مش هنا بقى انا مش واعف هنا انا عندي حاجات ممكن تانية اعملها فمستني دور في الحقيقة مستني دور يكون كويس وان شاء الله يحصل قريب تفضل الدراما اكتر ولا السينما السينما طبعاً السينما السينما ابقى والسينما الدراما بتوصل موجودة عند الناس في كل البيوت هي السبيل الاسرع طبعاً للوصول لكل الناس التلفزيون لكن السينما لها احساس مختلف لما بتفتكر الاعمال من 100 سنة بتفتكر غالباً الاعمال السينماية الاعمال السينماية خالدة جداً جداً وقوية جداً ومؤثرة ومكسفة جداً دي الميزة بتاعت الاعمال اللي لكن الميزة بتاعت التلفزيون شخصيتك بقى الحقيقية لا انا عايز اقدي يعني عايز ابعد بقى عن شخصيتي انا طبيعية خلص يعني عايز ابقى التحدي بيبقى حلو ومستفز جداً للممثل فتلاقي انه لما يتعرض عليك دور مش بعيد قوي عن الدور اللي انت بتعمله في الحياة عن طبعك العادي فيبقى سهل فيبقى سهل الى حد ما ومبقاش محفز طب دورك في الاختيار انت بتعتبره دور يعني شكل الهدوء ده وشكل الرسائل اللي هي طول وقت بيقدم رسائل مبطنة مش مفهوم منها قوي هو عايز يقول ايه ايه ده شبه حياتك ولا لا بعيد طبعاً لا لا مش شبه خالص مش شبه خالص مش شبه خالص يعني الباور حتى الفكرة انه ردود افعال لا انا عندي انا تلاقيني حتى بعبر وبقوله فيه نرف كده ما كانش مسموح انه يظهر في حمال عبد العاطي فيه يعني فيه حالة من حالات الردود الافعال اللي انا دايما بتبقى ازيت شوية يعني حتى في عبد العاطي لأ عبد العاطي احنا كان فيه اتفاق وداخد منك مجهودة علشان تقدر تزهر بالصورة دي في البداية كان صعب ان انا افضل محصود في الحتة دي كان كان اول تلات اربعة خمس مرات لحد ما وديكات وجهة نظر الدكتور بيتر في الحقيقة انه قال لي خلي بالك احنا القصد انه كذا القصد انه يعني عايز يقول لي ايه ان انا مش بدايئك يعني احنا مش بنحجم الطاقة يعني لكن احنا مش هنفع نخرج عن السياق اللي حمت فينا عليه بالظبط طيب وجودك بقى مع فنانين كبار يعني انا كلمنا عن الفنان كبير صبري فواز وخالد الصاوي وياسر جلال ونتكلمنا كمان او نتكلم كمان بقى عن محمد رياض ونتكلم عن كريم عبد العزيز ونتكلم عن احمد عز حتى لو مفيش مشاهد جامعتك لمجرد وجودك في لوكيشن اكيد بتعلم منهم بتعلم منهم جدا هم كبار في الحقيقة مش بس كوما السريد هم كبار كناس رقية جدا ويعني انا مكنش ليا حظ مع بعض الاسماء اللي حراك ذكرتها دي رقتي لكن كل اللي كان ليا حظ معهم في الحقيقة مفيش حد فيهم كان بخيل في نصيحة او معلومة مفيش حد فيهم كان نجم كبير وبعيد وصعب انك تتكلم وتتواصل ابدا كان ودودين جدا وريبين جدا هو بيحس من غير ما انت تقول انك انت الان من المشهد ده فتلاقيه واقف جنبك كده وحطي ايده على كتفك يقولك ايه الاخبار ويطمنه هنعمل ايه دلوقتي كده ده بيحصل طول الوقت فانا يعني سواء الاستاذ خالد او الاستاذ صبري او الاستاذ عبد العزيز المخيون او الاستاذ ياسر استاذ ياسر بالمناسبة بمناسبة وجوده في اللوكيشن او كان موجود اوقات كتير في يعني مش في المشهد وانت بتصوير اه وانا بتصوير فكان هو اللي بيجي اتبرع من غير ما يعني من غير ما حتى الموقف يا جميعني هو اللي بيجي يقوللي على فكرة شاطر برافو عليك انا مبسوط جدا منك وهو مش بيقول كده عشان يجملك هو بيقول كده عشان هو صادق حقيقي جدا دي ما فيهاش مجمالات اصلا العمل محسوب على كل الممثلين الموجودين فيه فلازم انت كمان يكون اذاك صادق طبعا لحد اخر يوم افتكر احنا كنا بنصور اخر يوم قال لي كلام انا من كتر الحرجمة يعني وقدرتش رد عليه فعلا يعني فكلهم ناس يعني ناس كبار وحقيقي انا كنت بحصوص جدا جدا بالتجربة ككل يعني عظيم مين من زميلك في الوجوه اللي ظهرت مؤخرا اه افتكر احمد الرفعي اللي معانا في نفس المسلسل كان معانا في صدر الخير يا موصل من اسبوع ايو والله احمد مش زميلي بقى احمد ده دفعتي وصديقي وعشرة طويلة جدا واحمد من ساعة ما ظهر في الاختيار واحد وانا طبعا كان المرشد مش كده كان لا مكانش المرشد كان مفتي مفتي الجماعة الجماعة او مفتي لا مش الجماعة مفتي الفصيل ده اللي كان بيمثله فصيل جماعة انصار مش عارف بيت المقدس تاريبا او اذا كنت يعني فاكر الاسم المزبوط فظهر في الاختيار واحد واثنين وعنده طبعا موجود معانا كمان في الاختيار ده فانا فخور بي جدا طبعا ومبسوط جدا جدا بالظهور اللي ظهر به وانا الناس بدأت تشوف المغيبة اللي عنده واحنا ابسطنا منك ومن وجودك ومشاء الله متقلق قديتت الدور على اكمل وجه رغم انه ما كانش فيه مشاهد كتير تقدر تتعلم منها لكن اقنعتنا يعني احنا كمشهدين كنا مقتنعين بنتمنى لك طبعا كل التوفيق اللي جاي كل شكريك الفنان هاني الطنباري نورتنا في صباح الخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل السلام انت طيب وانتو صحة والسلام شكرا